السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف التاسع درسنا اليوم هو درس تبسيط العبارات الجبرية والدرس ده مقسم الى جزئين جزء جمع الحدود المتشابهة وطرحها وجزء اخر ضرب العبارات الجبرية وقسمتها تابعوا معنا الشرح بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد دعمكم المستمر للقناة هو اللي بيخالي القناة تستمر وتنجح وتكبر ياريت تنزل وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نوصلكم كل الفيديوهات الجديدة وكمان اعمل لايك للفيديو وشاركه مع كل اصحابك ويلا بنا نبدأ الشرح النهاردة هنتعلم حاجة جديدة اسمها جمع الحدود المتشابهة وطرحها بس الاول لازم نتعرف على الحدود المتشابهة افترض ان انت معاك ثلاث طفحات وعايز تجمع عليهم اربع طفحات هل ينفع ولا لا اكيد ينفع هتكون الاجابة بتساوي سبع طفحات وطبعا احنا عرفنا نجمع بسهولة لان الحدود هنا متشابهة دي طفحات ودي طفحات فكان المجموعة سبع طفحات وممكن نعبر عن الطفحات دي بالحروف زي مثلا نقول تلت طفحات يعني تلاتة تاء زائد اربع طفحات يعني اربع تاء بيكون المجموع تلاتة زائد اربعة سبعة تاء ولاحظ ان التاء ما تغيرت تفحات 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 تلاتة تاء زائد اربعة تاء بتساوي سبعة تاء في بعض الطلاب بيغلطوا يقولوا سبعة تاء تربيع لا طبعا لان هنا التمييز لا يجمع بنجمع المعاملات فقط تلاتة تاء زائد اربعة تاء بتساوي سبعة تاء تعالوا نشوف الحدود الغير متشابهة لو انا عندي تلات تفحات زائد اربع برتقلات هل ينفع أننا أجمعهم؟ طبعا للأسف لا لماذا؟ لأن هذه أنواع مختلفة هذه حدود غير متشابهة فبالتالي لو أنا كتبت ثلاثة زائد أربعة باء اللي هي أربعة برتقالات طبعا لا تجمع وتظل كما هي لا يمكن جمعها لأنها حدود غير متشابهة تعالوا نشوف بعض الملاحظات الهامة اللي لازم ننتبه إليها أول ملاحظة معانا لو أنا قلت لك أربعة سين صاد وخمسة صاد سين هل دي حدود متشابهة ولا لا؟ طبعا حدود متشابهة ودي أول ملاحظة يجب الانتباه إليها لماذا؟ لأن سين صاد هي نفسها صاد سين بس الترتيب مختلف وممكن أنا أعدل الترتيب يعني أقول أربعة سين صاد وخمسة سين صاد لأن الضربة عملية إبدالية فبالتالي أصبحهم متشابهين تماما دي أول ملاحظة الملاحظة التانية هل أربعة سين تربية تشبه مثلا خمسة سين؟ طبعا في التشابه ما ليش علاقة بالأرقام أنا بركز على الحروف اللي هي الرموز يعني هنا الرمز معايا سين تربية وهنا الرمز معايا سين هل السين تربية تشبه السين؟ طبعا لا يعني دي حدود غير متشابهة يبقى انتبه لهذا الأمر الملاحظة التالتة هل ينفع مثلا أجمع خمسة سين زائد ثلاثة؟ في طلاب كتير بيقولون الإجابة تمانية سين وللأسف هذه الإجابة غلط لأن هنا خمسة سين وهنا ثلاثة فقط ما معها سين؟ طبعا هنا حدود مختلفة لأن هذه تحتوي على سين وهذا الحد لا يحتوي على سين فبالتالي لا يصلح جمعها وتترك كما هي لأن هذه الحدود حدود غير متشابهة كمان عندي ملاحظة مهمة جدا لو أنا قلت أربعة سين تربيع صاد وسبعة سين صاد تربيع هل هذه حدود متشابهة؟ طبعا لا لماذا؟ لأن هنا سين تربيع ولكن هنا سين وهنا صاد ولكن هنا صاد تربيع هل دول شبه بعض؟ طبعا لا لازم يكون الرمز متشابه وكمان الأس الخاص بالرمز يكون متشابه وليس الرمز فقط يبقى هذه حدود غير متشابهة بعد ما عرفنا الملاحظات الهامة يلا بينا نبدأ نحل التمارين ومعنا تمارين من كتاب الطالب صفحة 76 السؤال بيقول عين الحدود المتشابهة في كل مجموعة مثلا المجموعة الأولى من الحدود المتشابهة؟ طبعا ده ستة سين اللي يشبهه طبعا أربعة سين وهنا سين أما الصاد هي المختلفة يعني نقدر نقول إن ستة سين وأربعة سين وسين هي الحدود المتشابهة هنا لبصينا هنا السين مختلفة والبقين كلهم صاد 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 يعني هي دي الحدود المتشابهة سالب ثلاثة صاد وثلاثة على أربعة صاد وسالب خمسة صاد الأولى هنا معايا ألف باء وهنا أربعة باء وهنا سالب أربعة باء ألف وهنا ستة ألف يا طار مين المتشابه؟ المتشابه هو الألف باء والباء ألف لأنه بتحتوي على نفس الرموز أما هذه بتحتوي باء فقط يعني ما ينفع وهذه ألف فقط ما ينفع إذا نقول ألف باء تشبه سالب أربعة باء ألف ركزوا في الموضوع ده ألف باء هي هي باء ألف اتنين سالب اتنين سين تلاثة سين صاد تلاثة سين سالب اتنين صاد من المتشابه؟ طبعا السين هي المتشابهة والبقين مختلفين لأن دي سين صاد ودي صاد فقط فطبعا ما فيش حاجة متشابهة إلا سالب اتنين سين وتلاثة سين تعالوا بقى نشوف سؤال من كتاب النشاط صفحة اربعة وخمسين بيقولي بسط كل عبارة من العبارات الجبرية التالية تعالوا نبسط عشان أقدر أبسط لازم أجمع الحدود المتشابهة أو أطرحها إنما المختلف ما أقدرش لا أجمعه ولا أطرحه يعني مثلا السؤال ألف ستة ميم زائد ستة نون ناقص تلاثة ميم أكيد طبعا المتشابه هو ستة ميم وناقص تلاثة ميم يبقى نقول ستة ميم ناقص تلاثة ميم أما ستة نون مختلفة طيب ستة ميم ناقص تلاثة ميم هنا طرح ستة ناقص تلاثة يعطيني تلاثة ميم زائد ستة نون وبكده المسألة انتهت أبقى تقول تسعة ميم نون غلط لأن دي حدود مختلفة حدود غير متشابهة فبالتالي لا تجمع هنا في السؤال بقى خمسة سين زائد أربع زائد سين ناقص اتنين لاحظنا ان السين شبه السين هنا يعني خمسة سين زائد سين ومجب أربعة ده رقم وسالب اتنين ده رقم متشابهين أيضا طبعا لما يجي أجمع خمسة سين زائد سين طبعا هنا فيه واحد بس مش مكتوب نقدر نقول خمسة سين زائد واحد سين يعني ستة سين وهنا مجب أربع سالب اتنين إشارات مختلفة نطرح وننزل إشارة الكبير يبقى أربع ناقص اتنين اتنين وهو عتقول لي ستة سين زائد اتنين بتساوي تمانية سين غلط لأن ده حدود مختلفة لأن هنا فيه سين وهنا ما فيه سين ألف تربية زائد أربع ألف زائد اتنين ألف ناقص همسة هل الألف تربية تشبه الألف؟ طبعا لا لأن ده ألف قسة اتنين وده ألف بس ومن المتشابه؟ المتشابه الأربع ألف والتنين ألف يبقى الألف تربية كما هي ونجمع موجب أربع ألف وموجب اتنين ألف طبعا أشارات متشابهة نجمع نزل الموجب واجمع أربع زائد اتنين ستة ألف وطبعا السالب خمسة تنزل كما هي لأن ما عندهاش حد يشبهها هنا نفس الفكرة سالب تربية هتنزل لأن ما فيش حد شبهها وهنا عندي سالب أربع صاد وهنا سالب صاد اللي هي فيه واحد هنا سالب واحد صاد طبعا أشارات متشابهة نجمع يبقى سالب خمسة صاد والسالب اتنين تنزل كما هي تعالوا نكمل في التبسيط مع بعض هنا ثلاثة سين تربيع هل فيه سين تربيع في المسألة ما فيهش يبقى ثلاثة سين تربيع تنزل وهنا موجب ستة سين ناقص تمانية سين طبعا هنا سين وسين يعني متشابهين بس هنا موجب و هنا سالب يعني نطرح لان الاشارات مختلفة وننزل اشارة الكبير الكبير هنا تمانية اشاراتها سالب يبقى سالب تمانية نقص ستة اتنين سين والتلاتة تنزل هنا سين تربيع صاد وهنا سين تربيع صاد وهنا صاد سين هل دول المتشابهين كلهم لا دول بس المتشابهين سين تربيع صاد سين تربيع صاد وهنا طبعا فيه واحد يبقى نجمع واحد زي التلاتة اربعة يبقى اربعة سين تربيع صاد ودي تنزل كما هي سالب اتنين صاد سين وممكن اكتبها سين صاد يفضل طبعا ان انا اكتبها سين صاد على حسب ترتيب الحروف الابجادية يعني ممكن اعدلها واكتبها كده اربعة سين تربيع صاد ناقص اتنين سين صاد عادي الاتنين صح اتنين الف باء ناقص اربعة الف جيم زائد تلاتة باء جيم لحظوا معايا الف باء الف جيم باء جيم ما فيش اي حدود متشابهة يبقى تنزل كما هي لا يوجد تغيير لا يمكن جمعها لان الحدود مختلفة هنا سين تربيع يلا نجمع المتشابه هنا في واحد واحد زائد تلاتة اربعة سين تربيع هنا موجب اتنين موجب تلاتة يعني موجب خمسة سين هنا سالب اربعة وسالب واحد يعني سالب خمسة وهنا سالب صاد تنزل ممكن نرجع الخمسة وراء على اساس الترتيب يعني اربعة سين تربيع زائد خمسة سين ناقص صاد ناقص خمسة عشان تبقى المسألة مرتبة وبكده يبقى خلصنا السؤال يقولين اكتب عبارة جبرية لمحيط الشكل والمحيط بنرمز لاو بالرمز حاء ثم بسطها لتعطي حاء في ابسط صورة طبعا كل شكل له طريقة في ايجاد المحيط يعني مثلا ده مربع المربع اطوال اضلعه متساوية فالمحيط هو طول الضلع في اربعة يعني اضرب اربعة فيه طول الضلع طول الضلع اللي هو اتنين سين ولما نجي نبسطها هتكون اربعة في اتنين بتمانية سين في بعض الناس بتاخدها بالجمع يعني يجمع الاطلاع طبعا المربع اطلاعه كلها متساوية فيجمع اتنين سين زائد اتنين سين اربعة سين اربعة سين زائد اتنين سين ستة سين ستة سين زائد اتنين سين تمانية سين هيطلع نفس الناتج تعالوا نجرب المستطيل المستطيل طبعا الطول ده بيسوي الطول ده اكيد يعني سين زائد سبع هنا والعرض ده بيسوي العرض ده اكيد ممكن لو انا حبيت اجيب المحيط ان انا اجمع الطول زائد العرض واضربهم في اتنين لان هم متكررين او ان انا اجمعهم كلهم يعني اقول سين زائد سبعة زائد سين كده انا جمعت الطول زائد العرض وبعدين اضربهم في اتنين لان هم متكررين مرتين واطلع الناتج سين طبعا زائد سين يعطيني اتنين سين زائد سبعة خلي بالكم جمعنا المتشابه ليه السين مع السين اتنين سين والسبعة نزلت ضرب اتنين يلا نضرب بالتوزيع اتنين في اتنين سين باربعة سين واتنين في سبعة باربعتاشر دي طريقة الطريقة الاخرى ان انا اجمع كله مرة واحدة ان انا اقول سين زائد سين زائد سين زائد سين يعطني اربعة سين وسبعة زائد سبعة اربعتاشر وكده خلصنا المسلس اضلاعه دي متساوية لانو حط لهنا علامات والعلامات دي تدل على التساوي يعني الضلع ده والضلع ده والضلع ده متساويين فممكن اقول ان الحق هي تلاتة لانهم تلات اضلاع مضروبة في اتنين سين زائد واحد يبقى تلاتة في اتنين سين بستة سين وتلاتة في موجة بواحد بتلاتة او ان انا اجمعهم كلهم يعني مثلا هنا نفس الشيء فاجمع اتنين سين واثنين سين واثنين سين يعطيني ستة سين واحد زائد واحد زائد واحد يعطيني تلاتة السؤال الاخير كل الاضلاع مختلفة يبقى لازم اجمعهم اتنين سين زائد اربعة زائد اتنين سين زائد سين يعني جامعة ده زائد ده زائد ده طبعا نجمع المتشابهين اتنين سين مع اتنين سين مع سين طبعا اتنين سين و اتنين سين اربعة سين اربعة سين زائد واحد سين يعني خمسة سين والرقم ده يظل الوحده هل ينفع نقول خمسة سين زائد اربعة بتسوي تسعة سين طبعا لا لان هنا في سين وهنا ما في سين يعني لا نستطيع جامعها فنتركها كما هي تعالوا بقى نشوف الجزء التالي من الدرس وهو ضرب العبارات الجابرية وقسمتها وهنتضرب عن طريق حل مسائل من كتاب النشاط صفحة اربعة وخمسين تعالوا نشوف هنا بقول لي بسط كل العبارات من العبارات الجابرية التالية السؤال الالف اربعة سين ضرب تلاتة سات الموضوع في الضرب بسهل جدا بدرب اربعة في تلاتة اللي هو الرقم في الرقم اربعة في تلاتة في اتناشر وبدرب الرمز في الرمز طبعا لما يكون الرمز مختلفة تنزل كما هي يعني سين فصاد بسين صاد كده خلصنا هنا اربعة في اتنين بتمانية الف باء بالف باء هنا سين في سين لاحظوا ان السين اتكررت مرتين فاكتبها سين قس اتنين يعني بدل ما اكتب سين سين لا اكتب سين قس اتنين لان السين اتكررت مرتين تعالوا نكمل تلاتة في سالب اتنين بسالب ستة والسين تنزل سالب ستة في خمسة بسالب تلاتين ومين في نون بمين نون تلاتة في اتنين بستة طب والسين اتكررت مرتين يعني سين تربيع ولكن الصاد مرة واحدة يعني صاد هنا سالب اتنين في سالب تلاتة طبعا سالب في سالب موجب واثنين في تلاتة بالستة هنا السين اتكررت مرة واحدة لان هنا ما فيش سين اما الصاد اتكررت هنا مرة وهنا مرتين لان هنا في قس اتنين يبقى اتكررت تلات مرات صاد مرة هنا وصاد مرتين هنا يبقى صاد قصة ثلاثة سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة والسين اتكررت هنا مرة وتكررت هنا مرتين يعني اتكررت ثلاث مرات اما الصاد مرة واحدة اتناشر ضرب ثلاثة بستة وتلاتين الالف اتكررت مرتين يعني الاف قصة اتنين اما الباق مرة واحدة فنكتب باق تعالوا بقى نشوف القسمة 12 سين قسم 48 سين سات بنكتبها على هيئة كسر ويفضل عشان نقدر نحسبها بكل بساطة اول حاجة لو في شيء متشابه يمكن اختصاره يعني السين تختصر مع السين والارقام يمكن تبسيطها 12 و 48 ممكن نقسم على ال 12 12 على ال 12 فيها الواحد و 48 على ال 12 فيها الاربعة يعني هيتبقى في البسط واحد والمقام هيتبقى عندي 4 ساط يلا بينا نشوف اللي بعد 33 ألف بقى جيم على 11 جيم ألف لاحظة للألف هيروح مع الألف والجيم هتروح مع الجيم وال33 على 11 ممكن اختصرها 33 على 11 فيها ال 3 و 11 على 11 فيها الواحد يعني الاجابة فوق 3 بقى اما تحت اتبقى لي 1 يعني الاجابة 3 بقى على 1 بتلاتة بقى هنا 45 ميم نون ممكن اختصر النون مع النون وال45 وال20 ممكن اقسمهم على الخمسة طب تعالوا نشوف كده 45 ميم على 20 هنا 45 قسمة 5 تعطيني 9 و 20 قسمة 5 تعطيني 4 يعني الاجابة 9 ميم على 4 برضو تعالوا نشوف تمالين اخرى من كتاب الطالب بصفحة 79 15 سنة على 3 طبعا 15 على 3 فيها ال 5 يبقى اللي جابة 5 سين 40 سين على 10 40 على 10 فيها الاربع يبقى 4 سين هنا الصاد هتروح مع الصاد و 14 على الاتنين فيها السبعة سين لان السينة تنزل هنا السين تربية هتروح مع السين تربية و 18 قسمة 9 فيها الاتنين والصاد تنزل هنا سبعة سين السين هتروح مع السين والصاد هتروح مع الصاد وهنا السبعة ممكن اختصرها مع الاربع تاشر سبعة قسمة 7 فيها الواحد و 14 قسمة 7 فيها الاتنين يبقى الاجابة هتكون 1 ضاد يعني ضاد على اتنين وانتبه ان دي صاد ودي ضاد عشان ما تغلط هنا السين هتروح مع السين يتبقى اللي في الاخر 6 صاد تعالوا نشوف المسألة اللي ازا دي برضو ازا نبسطها هنا السين ممكن اختصرها مع السين والصاد ممكن اختصرها مع الصاد وفي الاخر يتبقى اللي اتنين والمقام هنا واحد يعني الاجابة اتنين هنا في واحد بس مش مكتوب يعني ممكن اكتبها كده خمسة صاد على واحد ضرب اتنين سين على خمسة ممكن اختصر الخمسة مع الخمسة ويتبقى اللي صاد في اتنين سين باتنين سين صاد على واحد والواحد في المقام ممكن ما اكتبه يبقى اثنين سين سات الاجابة النهية بكده يبقى خلصنا شرح تبسيط العبارات الجبرية ياريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة واعمل لايك للفيديو وهشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته